أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله توجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وبدل الجهود الرامية والدعوة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة الدائمة للشؤون السياسية بالجمعية البرلمانية الأسيوية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد والتي تم تخصيصها لمناقشة دعم البرلمانات الأسيوية الثابت للشعب الفلسطيني وأشار السلوم خلال كلمة ألقاها في الاجتماع إلى أن جلالة الملك المعظم يده الله خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لبجلسي الشورى والنواب أكد على أن القضية الفلسطينية هي من أولويات مملكة البحرين وأن موقف المملكة في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية هو موقف ثابت لا حياد عنه وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن تكون المساع السلمية هي الخيار الأمثل للوصول إلى حل المنشود العادل وأكد السلوم أنه انطلاقا من المسؤولية البرلمانية يجب أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في المواقف العامة وفي اللقاءات الثنائية مع المجموعات البرلمانية الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية المختلفة ترجمة نانسي قنقر